اشتركوا في القناة موضوع قواعد كيفية اختيار حرف الجر المناسب وكيف تأتي حروف الجر المكان في سؤال قواعد سؤال الاختيارات من بين الأقواس يجب على التلميذ تعلم معرفة كيفية استخدام حفظ كلمات الدرس أماكن العمل رح نأخذ أماكن العمل where do they go places of work قراءة واملاء معنى لازم تحفظها القراءة واملاء معنى رجاءة ابدي بالدراسة اترك الألعاب الوقت يمضي لأضيع وقتك انتهت العطلة ابدأ بالدراسة حروف الجر المطلوبة الآن هي الان ان اون اون ات الان بمعنى في بداخل الشيء اون بمعنى على والآت عنده رح نيجي نشوفهن هنا أهم شيء الان والآون والآت بس وياها كلامتين هسا نشوفهن انتبه زيان حاول تفهم الدرس اذا ما فهمت من المرة الأولى عيدة فيديو سهل تقدر تعيد جقد ما تريد يمك كل شوي ارجع وعيدة هذه القاعدة سهلة اذا فهمتها افهم ركز ترك كل شيء من ايدك وافهم وركز علق بتهم اذا وصلك الفيديو المنشور لضمان متابعتك انه شارك الفيديو خليه اصدقائك وناس تحتاجه يوصلهم حروف الجر هي المطلوبات هسة الان والآت ترى اذا تريد تتعلم خاف واحد يتابع الفيديو يتتعلم لغة انجليزية حروف الجر اكثر من 80 حرف جر هوايا كلش بس اتهسك اطالب صرف سادس بجدائي المطلوب عندك اذني اكون ان شاء الله بليون تات الجاي رح نجي هم نعيد شرحين بس بطريقة اخرى استخدام هنا ويا الزمان يعني الان ويا الاشهر والان ويا الايام والآت ويا الساعات بس اليوم الدرس على الاماكن مكان عمل رح نشوف درسنا شون يندمج افراد العائلة والوظائف اللي خذناها افراد العائلة التسعة والوظائف خذناها العشرة وهس حروف الجر شون رح ندمجهم كلهم بويا اماكن عمل ماتهم الصفحات اللي هسترح نقراها صفحة عشرة وصفحة دعش اللي هنا لسنة ثري where do they work من كتاب الطالب الملون الكرة سبعدين ان شاء الله سوى فيديو آخر من ان ما قدر يطول الفيديو عليه فهاي الصفحة البيج page number 10 يقول لك where do they work اسم اللي سن اللي هو رح سوي توصيل انا ما احب الطالب اللي يسوي خطوط وهذا الشي خطأ اكو يسوي خط بين الوظيفة ومكان عملها لا ما اكو شي ما يصير لان باكلوري هم احتمال تجيك فاتت طريقة الحل تكتب الرقم ما الوظيفة بالفراغ المناسب اذا بالباكلوري ارادوا يجيبوها فيجيبون هنا رقم وهنا يجيبون حرف يعني هذه number one هيطوها A B C والتتوصل هسا اذا اردنا نحل jobs الوظائف احنا مخذنا عشرة ذني اش قيد من عدهن ذني ثمانية من عدهن هنا الدكتر والنيرس اثنيا اثنيا تماما لان نفس المكان رح يعملون ال Builder Builder هذا جديد بس ما اضفت لكم يا ويا العشرة لان ما شفته مهم اتا ستعلمه هو سهل ما بيشي ال Builder اللي هو العامل ما البناء البناء عامل البناء نسميه Builder زين اذني الوظائف فشنا رح نحل هن هاي number one ويتا اللي هو النادل وانا وصله رح نيجي نشوف الويتا رح نطيه ثالث صورة اللي هي اذا عاردنا نقول A, B, C فهي هاي ثالث وحدة C اللي وين الويتا يعمل A, B, C works on restaurant بالrestaurant المطعم restaurant فستة من تحل هاش تكتب number one هادا تكتب number one ورقم واحد تكتب هنا انا ثالث فراغ places of work عماكن العمل عدك office مكتب والbuilding site اللي هي قطعة ما البناء ارض ما العمل قاع restaurant المطعم roads شوارع الطرق وهوستبتار اللي هي المستشفى و oil refinery مصفى ما نفط home بيت home والفارم اللي هي المزرعة هستقلنا اول وحدة الويتا restaurant number two IT programmer مبرمج التكنولوجيا المعلومات وراح نروح على اول صورة اللي هي office an IT programmer works on an office works in an office works in an office هنان ليش دا حط on هاذا فيديو سابق شرحتها لان دا تبدي بحرف على صوت على فاحط لها on هنانا restaurant in a restaurant in a restaurant لان بادي بحرف صحيح البعد ها نمبر ثري يقول لك an engineer an engineer works works an engineer works وان يعمل in an oil refinery in an oil refinery on engineer works in an oil refinery ها نمبر ثري نمبر فور يقول لك housewife a housewife ربط المنزل ما ما لتعمل بالبيت ما عدها وظيفة ما عدها شغل بس شغلها البيت a housewife works at home at home works at home في البيت نمبر فايف الدكتر والنيرس اذا يقول لك a doctor works in او a nurse works in وان يعملون انثيانتهم الدكتر او النيرس الطبيب والممارضة works in a hospital works in a hospital البعد هي نمبر سيكس a farmer اللي هو المزارع الفلاح وان يعمل a farmer works on a farm works on a farm نمبر سيكس آخر وحدة سوري قبل الأخير نمبر سيفن bus driver a bus driver شبيه a bus driver works on the roads works on the roads رودز بالشوارع يسوق سيارتة بالشوارع يسوق الباص الحافلة أبو الخط اللي يوصلكم للمدرسة الأخيرة a builder a builder اللي هو العامل ما البناء works on the building site works on building site اللي هي القطعة هسة التأماكن العمل عرفتهم رح نيجي نشرح حروف الجر المطلوبات اللي لازم ينحافظن وينفهمن وراح حتى نشوف الأمثلة وشون دا يجن بالامتحان بالنسبة لحروف الجر المخصصة المكان العمل المطلوبة منكم حروف الجر هي in on at in on at رح نيجي نشوفه يقول لك مع مكان العمل الذي يكون ذو حدود والتي يكون الشخص في داخلها ولها جدران المكان اللي هيقعد به الشخص إلى جدران مثل hospital مستشفى بها هي مكان محدد وبيها جدران يكون بداخل غرفة مثل office المكتب زين هنا أربع أماكن بس ويا ال in أحفظهن مثل ما هنا بالنسبة لل on ال on يقول لك مع الأسطح هناك ال in كانت فيه بداخل الشي مثل هاي الصورة ال on مكانها على السطح مكان العمل الذي لا يحتوي جدران ليس ثابت الحدود مثل شين مثل قطع مع الأرض اللي يبنون عليها مثل اللي هي building site مثل farm المزرعة farm مزرعة يعني شغلاً هو كل outside خارج البناية كله يشتغل بس على الأرض ومثل roads الشوارع بس ثلاثة ثلاثة ويا on الانوية الانوية اربع اماكن الانوية ثلاث اماكن والأخيرة اللي هي the at the at شوي هي شرحها مزعج فتحفظ بس هي هالكلمتين المطلوبات home or school من الشوف home حط قدام at school حط هنا at at home at school ما يصيروا غير شي هذا اللي منه تشوف let's check let's check بالكتاب يعني هاي دا يقصد هذا موضوع مهم لازم تنتبه عليه موضوع قواعد يقول لك فل نختبر نفسنا فل نتفحص فل نتأكد من هاي المعلومة اللي هي ذني لازم ينحفظ تريد تحفظ هن مثل ما هن تريد تفهم هن مثل ما شرحت الكياهن هشوفك الامثلة ان شاء الله الان قلت ويا اربع اماكن in a hospital in an office in a restaurant in an oil refinery هنان الهوسبتال المستشفى الوفيس المكتب والريستورانت اللي هو المطعم والأويل refinery اللي هو المصفة من نفط زين ليش هن هن ايه ليش هن هن ايه ليش هن ايه شرحت فيديو سابق قلنا لأن اكو حرف صحيح صوت صحيح ناح حرف علة صوت علة للصحيح نحط اه للعلة نحط ان اللي هما اي وال اي وال 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 ال on o و ان ويا ما نخلي هن ويا ثلاثة اماكن on the roads on the roads اللي هي بالشوارع على الشارع يمشي سايق مع السيارة على الشارع on a building site on a building site اللي هي قطعة البناء قطعة الارض لازم مثل ما مكتوبة تيجيك اذا اجدتك بس building ماكو سايت وياها بس building لا ذي ترح يصير معناها عمارة معناها بناية العمارة البناية ما ينحط لها اون ينحط لها in in the building اذا عمارة بناية بس هنا building site اللي يقصد بها موقع البناء موقع العمل قطعة ارض تيبنون عليها فالقطعة يعني قاع بعدها كل شيء ما مبني عليها او حتى لو تشم بناء شويون بيها بس نحسب وياها on on a building site الفارم فارم اللي هي المزرعة نحط لها on لان الفلاح يعمل على المزرعة يعمل يزرع ويحصد on a farm at قلنا ويا بس هالكلمتين at home at school at home at school teacher works at school will housewife works at home مانتنا تعلمنا مو يقعدون يلعبون العاب يضيع وقتهم لا العاب يستثمرون بها الوقت فالتهمتين اتمنى معتكم تستثمرون وقتكم بالعاب مفيدة ونافعة تخص دروسك حتى هم تحفظ هن هم تستفاد وتستمتع فهنا انا اشوف اخوها جدي يسألها اللي هو سام وهاي دانيا قالها a farmer works on a farm المزارع يعمل وين بالمزرعة على المزرعة زين احنا قلنا هاي حاول تحفظ وتفهم ايش قالت لقيت له that's easy هذي سهلة where does a doctor work وين يعمل الطبيب هي سئلته وين يعمل الطبيب where تتسأل على مكان عمله ميش قالها قالها in a hospital in a hospital بالمستشفى الhospital للدكتر طبعا والن وهي الhospital مكان بحدود بجدران سألها هسه هو دسرة قالها where does an IT programmer work اين يعمل مبارمج المعلومات تكنولوجيا معلومات on IT programmer قالت له in an office يعمل مكتب I think اعتقد اللي اش قالت I think لانه ابو الحاسبات احتمال مو قل يعني يعمل بس مكتب يقدر اي واحد يتزم حاسبة ويعمل بها فقالت I think زين who works in an oil refinery هنا سيسئلت قلت له زين منو ما قالت لوين شوف ما رأي سئلك وين مكان العمل ما رأي سئلك منو الشخص اللي عمل بهذا المكان who works in an oil refinery هاي ترى تجيهم سؤال التوصيل فمن يسئلك بالwho يريد اسم شخص فالترى اسم وظيفة يعني فبال oil refinery منو اللي يعمل an engineer an engineer اللي هو المهندس an engineer works in an oil refinery an engineer الwho لازم ينذكر الوظيفة والكلام كله يتكرر بينما الwhere ينذكر مكان ويا حرف جار زين هسا جاك تمرين نفس الصفحة page 11 اللي هو بالكتاب الملون يقولك read and complete the sentences read and complete the sentences طبعا هذا اللي كان التمرين اللي قرناه هذا look listen and say لازم تستمع وتردد وراهم is number one رجعنا على هات التمرين يقولك my uncle is awaited عمي عمي my uncle شوف ربط لك أفراد العائلة ويا الوظائف وحرف فجر ومكان العمل كلهم راح يناير يريدهم my uncle is awaited عمي هو نادل بالمطعم يعمل he works يا حرف فجر راح تخليلي تخلي in أنا ما أحب واحد يكتب على الكتاب يفضل تسوي لك دفتر وتكتب الأجوبة لأنه الكتاب أحب يعني تتحافظون عليه فالأفضل تجيب لك ورقة يعني دفتر العفو تسوي دفتر خاص لغة الإنجليزية وتكتب بالأجوبة تكتب رقم الصفحة ورقم التمرين وتكتب أرقام الأجوبة هسه number one هاي number one قلنا راح نحط in ليش in a big restaurant الريستورانت المطعم من ضمن الأربعة اللي هي تأخذ in ويال in مكان بحدود والشخص يعمل بداخله number two my aunt عمتي أو خالتي is a nurse هي ممرضة she works هي تعمل in a big hospital in بغداد تعمل مستشفى كبيرة في بغداد طبعا حرف جر in ها ما تنوية الأماكن اللي هي محافظات وبلدان مثل بغداد إراك شوفوا السهنانة حطيت ال in اعتمادي على hospital ما يهمني إذا حطوا قدامها big حطوا قدامها the ما يهم مو مشكلة a big hospital in the hospital مو مشكلة المهم هي hospital مستشفى number three يقولك وسام's grand father جدة وسام is a farmer هو مزارع يعمل مزارع he works on a farm هو المزارع وين يعمل on a farm farm اللي هي المزرعة الورا ما رح طلع جواب إلا تنتبهون علي أكو office does your father work an office هل يعمل والدك في مكتب المكتب شخليويا أحسنتم in an office يعمل في المكتب number five my cousin drives a bus ابن عمي ابن خالي شي سوي يسوق وظيفته عملي يسوق باص حافلة باص he works هو يعمل فراغ the roads in بغداد في بغداد roads الشوارع الطرق شخليويا حرف جر أحسنتم on الأخيرة يقول لك housewife ربط المنزل ربط البيت works تعمل home قلت home والسchool شخليويا أحسنتم at انتهت التمرين البعد هسا هاي الأمثلة اللي شون رح تجيك بالسؤال بالوزاري احتمال احنا ننتظر نموذج الوزاري عنا ودي نشوف الأسئلة شنون تجي من عنده بس هي الأمثلة عليها أنا رح أحطيك كاجتهاد من عندي والأهم أنه تقرأ الوزاري وتحفظ الوزاري وتفهمه إن شاء الله نسألكم فيديو بس طبعا حروف جرت عن حسب ضمن القواعد في number one المزارع works يعمل إن لؤون أفارم مزرعة شخل اللي ويا المزرعة إن لؤون أحسنت أون المفروض أنت تتوقف الفيديو تختبر نفسك أنا شوي هم على كيفي أنا مود تشوف نفسك افتهمت إذا ما افتهمت مدت تعرف شون ارجع رجع الفيديو عيدة حتى تفهم الناد اللي يعمل إن لؤون ريستورانت المطعم مطعم شخل اللي وياه إن أحسنت إن البعض number three المعلم يعمل آت لؤون سكول آت لؤون سكول بالمدرسة قلت سكول والهم شخل ياهن آت أحسنت آت هاي أمثلة قواعد اختيارات علق بتم إذا وصل لك الفيديو المنشور ضمان متابعتك إن خلي لايك ضع عجبني الفيديو شارك الفيديو الفائدة شير كومنت خلينا تعليقات ورأيك هسا أمثلة على المفردات الاختيارات لأنه موضوعنا أكثر شي مفردات لأنه قلنا دمج بين الوظائف وعضاء العائلة وماكن العمل فمثلا تجيك housewife ربة المنزل ربة البيت works at تعمل عند وين يا مكان شوف الآت تجي وياهن الثيانات هاي اعتبراني للأذكي هذا شوي بفكرة لأن الآت تجي وياهن ويا الاسكول ويا الهوم زين تشرح تختار الثيانات صح تجي على المفردات الهاوس ويف يربط منزل شعدها بالمدرسة ما تعمل بالمدرسة وين مكان عملها تقدر تروح تزورها إذا صار تفزيت مثلا شو شنو بس هنا ندي يقصد بالعمل ف works at school or home أكيد home الجواب صحيح home home آخر مثال a nurse works in a الممرضة تعمل في restaurant or hospital طبعا الثيانات ياخذ in حرف جر in ثيانات ويا الريستوران ويا المطعم ويا hospital المستشفى بس نيرس هي ممرضة دكتر طبيب وين يعملون ثيانات هم أحسنتم in a hospital in a hospital إن شاء الله استفاديته وفيديو كان ممتع إن شاء الله ومفيد إذا عدكم شي كتبونا بالتعليقات إن شاء الله سهل عليكم أتمنى لكم التوفيق نسأل الله القبول نسألكم الدعاء مع السلامة تحياتي لكم